كانت المعركة قوية جداً وتملت أرض المعركة بالدم بس في النهاية حقق المسلمين ناصر كبير في أراضي شزونا بعد كده تحرق طارق ابن زياد للشمال عشان يكمل باقي الفتوحات في الأندلس ويسيطر على المناطق الجانبية منها فضل الجيش الإسلامي يتحرق من مكان لمكان لحد ما وصل الجيش للعاصمة طول يطلع هو طارق ابن زياد حرق مراكب المسلمين بعد ما وصلوا فعلاً؟ طب هو جيش المسلمين فضل يحارب 8 يام و4؟ جاهز لنفسك بقى عشان هنتكلم النهاردة عن فتح الأندلس معاكم أحمد خالد في حلقة جديدة من حلقات في المعركة على منصات موقع الحدثة عزباني أبد الفتح الإسلامي كانت تحت حكم قبائل اسمها الكوت كانت عاصمتها طول يطلع وكانت بتعاني سياسياً واجتماعياً بشكل خلاها مطمع وفريسة سهلة لأي غزو طيب هو إيه السبب اللي خلى المسلمين يتجهوا الفتح الأندلس؟ اختلفت الرواية العربية عن الرواية الأسبانية خلونا نبدأ بالرواية العربية اللي بتقول إن حاكم سبتة الكونت يوليان كان عنده بنت جميلة اسمها فلوريندا وبعتها للأصر الملكي في طوليتلا عشان تتعلم أداب الملوك زيها زي بقى بنات في الطبقة الراكية شافها رودريجو أو لوزريك وده كان الملك الكوتي ووقع في حبها واعتدى عليها فلوريندا بعتت رسالة لولدها وقالت له على اللي حصل فراح يوليان خدها من القصر ورجع بيها وكان عايز ينتقم لبنته فتواصل مع موسى بن نصير عشان يقنعه بالغزو وحاول يبينه الأحوال هناك عاملة إزاي عشان يقنعه أكتر وفعلا اقتنع موسى واستأذن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك والخليفة وافق أما الرواية الأسبانية فبتقول إن الملك الكوتي اتعزل من ملكه وراح أنصاره للكونت يوليان طلبوا منه المساعدة فدلهم على موسى بن نصير عشان يتفقوا إن يمدهم بالجيش ويرجعوا ملكهم من عرشه مرة تانية بشرط إنهم يدفعوا جزية سنوات وكانت في الفترة دي الأندرس المتقسمة لأربع طبقات متنجدة تبدأ بطبقة الكوت والحكام المستعمرين وبعد كده الأعيان والرومانيين ورجال الدين وبيجي بعدهم اليهود والشعب العامل اللي كانوا من سكان الأصلين مش بس القبائل الكوتية كانت مسيطرة على الحكم تلك كرون لأ ده كان فيه ظلم والتراب وانتشار الفوضى وكل الكلام اللي بيجي بعد أي كلمة احتلال ده المصادر التاريخية بتقول إن الشعب زهق من كتر الظلم وبعطلوا مسلمين عشان يخلصوهم من اللي بتعرضوا له من الكوت فيه نصوص بتقول إن الأندرسيين استقبلوا المسلمين استقبال فاتحين وده أكبر دليل إن الدخول لمسلمين للأندلس كان بمثابة إنقاذ لهم وننقل دلوقتي على تخطيط فتح أسبانيا اللي كان بخطة أقرها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك واتفق مع موسى بن النصير اللي بعد حملات تستكشف منطقة جنوب أسبانيا استدعى بن النصير حليفه الكونت يوليان عشان يجهز الجيش بتاعه وعمل غارة على الساحل الجنوبي اللي نجحت وأخد غنيمة كمان الخبر انتشر بشكل كبير وده اللي خلى الحماس ينتشر عشان الغزو ما اكتفاش بن النصير بالغارة اللي عملها يوليان ده كمان استدعى أحد ضباطه وأمروا أن يعمل غارة على الساحل الأندلس الجنوبي وعبر الطريق فعلا وأغروا المنطقة واختلموا منها كتير هنا شاف موسى بن نصير أن اللي قاله يوليان كان صح عن ضعف المقامة وجاهز جيش بيدم سبعة تلاف محارب عشان يغزوا الأندلس تحت قيادة طارق بن زياد وفيه مراجع كتير بتقول أن طارق بن زياد بعد وصول المسلمين للشاطئ الأسباني حرق كتير من المراكب اللي وصلوا بيها عشان يقطع أي فكرة خوف أو تراجع من جنوده وتكلم وحمسهم كمان قعد طارق بن زياد في جبل طارق كام يوم واللي فيهم قدر يبن صور سماه صور العرب وعمل قاعدة كبيرة عسكرية عشان يحمي ظهره واختياره وموقعه كان لسهولة تواصله مع مدينة سبتة الموجودة على الساحل المقابل في الساحل المغربي عرف الملك القوتي لوزريك خبر أن المسلمين وصلوا لبلاده واللي كان مشغول وقتها بأنه يوقف الثورة الموجودة في شمال أسبانيا ورجع لوزريك بسرعة للجنوب عشان يقابل المسلمين بكل قوته وفي الوقت ده كان طارق بن زياد اتجه ناحية الغرب عشان ياخد قاعدة يحمي بيها الجيش بتاعه وبعد كده كمل طريقه لحد ما وصل لبحيرة اسمها لخندة أو شزونا وبعت ابن زياد جوسيس عشان يشوفوا حجم الجيش اللي هيقابلهم ولما رجع وقالوله قد إيه الجيش كان ضخم واللي خلى طارق بن زياد يكتب لموسى بن نصير أنه يبعث له دعم وجنود فعلا بعت له موسى حوالي 5000 جندي فبقى جيش المسلمين حوالي 12000 جندي ودارت المعركة في يوم الحد 28 رمضان والحد 5 شوال سنة 92 هجريا المعركة الاستمرت 8 يام واللي كانت معركة مصرية بالنسبة للطرفين كانت المعركة قوية جدا واتملت أرض المعركة بالدم بس في النهاية حقق المسلمين نصر كبير في أراضي شزونا بعد كده تحرك طارق بن زياد للشمال عشان يكمل باقي الفتوحات في الأندلس ويسيطر على المناطق الجانبية منها فضل الجيش الإسلامي يتحرك من مكان لمكان لحد ما وصل الجيش للعاصمة توليطلة اللي ما كانش فيها أي مقامة تذكر وكان فصل الشيطة قرب والجنود ابتدت تتعب فطلب طارق بن زياد من موسى بن النصير انه يبعث له دعم مرة تانية عشان يكمل باقي فتح المدن ويكون انتهى طارق بن زياد وموسى بن النصير منفتوحتهم ورجعوا مرة تانية لدمشق بأمر بن الخليفة وتعين الأمير عبدالعزيز بن موسى بن النصير والي على الأندرس وبكده تكون خلصت معركة النهاردة اللي بتبين قد إيه جيش المسلمين كان قوي وقدروا يحققوا كل الفتحات دي ويخدوا كل المعارك اللي خدوها أشوفكم في معركة تانية جديدة سلام